كشف مسلمون من أقلية الإيغور الصينية المسلمة يعيشون في اليابان عن ظروف تعذيب قاسية خلال فترة احتجازهم فيما تسمى بمعسكرات التثقيف في إقليم تشينج يانج الصيني قبل يخرجوا من الاحتجاز ليتمكنوا بعدها من السفر إلى خارج البلاد التفاصيل نتابعها مع حسام الأحباب يعتقل الصينيون أشخاصاً مسلمين ويمنعونهم من السفر خاصة أولئك الذين لديهم أقارب يعيشون في خارج البلاد والسبب هو المشاركة في الصلاة وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية نشطاء غرب أمريكيون في حقوق الإنسان انتقدوا الاعتقال القسري لأكثر من مليون شخص فيما تسمى بمعسكرات إعادة التثقيف في منطقة الإيغور الواقعة في إقليم تشينج يانج الصيني وبحسب محتجزين سابقين يعيشون في اليابان فإن المعتقلين فيما تسمى بمعسكرات إعادة التثقيف الصينية مجبرون على حفظ الأيديولوجية الشيوعية الصينية وإذا فشلوا في ذلك فإن عقوبات قاسية ستفرض عليهم ومنها حجب الوجبات الغذائية والمنع من النوم حتى الجلوس كما تشمل دروسا يومية للتدرب على الأغاني التي تمجد بالرئيس الصيني بالنسبة لأولئك الذين يخالفون القواعد فإنهم سيعانون من عقوبات أخرى مثل التعذيب بالمياه والتقييد وإجبارهم على الوقوف لفترات طويلة من الزمن أما الملتزمون فهم يعانون أيضا من نوعية وجبات الطعام السيئة للغاية ناهيك عن إجبارهم على تناول لحم الخنزير والكحول وهما محرمان في دين الإسلام في المقابل تنفي الصين وجود ما تسمى بمعسكرات إعادة التثقيف وقالت أن التقارير غير صحيحة على الأطلاق غير أن الدبلوماسين في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري وجهوا انتقادات شديدة لبكين بسبب مرافق الاعتقال السرية واسعة النطاق في إقليم تشينج يانج هذا ويشعر مسلمو والإيغور الذين يعيشون في اليابان بقلق بشأن سلامة عائلاتهم التي بقيت في الصين مع تزايد القلق الدولي أيضا إزاء اضطهاد الأقليات المسلمة بينما حذرت اليابان مسلمين الإيغور الحاصلين على جنسيتها من السفر إلى الصين بسبب المخاطر هناك